مرحبا بكم مستمعي إدعى الطنجة شكرا على الاستضافة طيب سيد عبدالله الدخول المدرسي 2022-2023 لا بد أن نعنده شيء مميزات خصوص التعليم الأولي أولا بداية أود أن أشكر طبيعة الحال من هذا المنبرد لكم كل نساء ورجال التعليم على المستوى الوطني وبالمدير الإقليمية طنجة أصيلة بشكل خاص طبيعة الحال نحن نعيش في هذه السنة العودة الطبيعية للأقسام الدراسية والحجورة الدراسية بعد ممرنا بواحد المرحلة دي الكوفيد 19 واللي طبيعة الحال أحداث واحد مجموعة من إشكالات بالنسبة لنساء وجهة التعليم بالنسبة للمنظمة التربوية بالتالي نحن في عز طبيعة حال تنزيل القانون الإطار ومضامي القانون الإطار 51 17 واللي طبيعة الحال يتضمن عديد من المشاريع اللي هي 18 مشروع طبيعة الحال يبتدئه بأول مشروع مشروع الأول وهو المتعلق بالتعليم الأولي نعم وطبيعة الحال يأتيها الدخول المدرسي بعد المشاورات الوطنية المستعة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللي طبيعة الحال استهدفت جميع المواطنين والمواطنات أنتم لاحظتم أنه كان هناك واحد بلاتفورم على مستوى الوزارة مخصص للمغاربة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن من أجل الإدلاع برأيهم حول سبول وطرق تطوير وتنميات والرفع من مرضودية منظمة التربية والتكوين كذلك أنه وجه للنساء والرجل التعليم والتلاميذ والأب والأمهات على المستوى المؤسسات ودى عدة لقاءات كذلك أنه كان لقاء على المستوى الوطنية الطنجة في المغرب كانوا مع السلطات المحلية مع المنتخبون مع البرلمانيون مع رجل الأعمال مع كل الفئات المعنية بهذا الورش الكبير وهو ورش إصلاح التعليم الذي يعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية نعم طيب استعبد الله هلأ بغير أن تحدثوا بالأرقام على اللوجستيك المدارس مؤسسة التعليم الخاصة بتعليم الأولي يعني المؤطيرات إلى غذري في من خصوص التعليم بشكل نعام التعليم يعني خصوص التعليم الأولي التعليم الأولي طبع هناك كثيرا الأصناف في التعليم هناك التعليم غير مهيكل ما ينسمى بالتعليم غير مهيكل أو التعليم طبيعا الحال اللي هو جزء ثم عارثوا أنه وحد الوقت كان كتسبة قرآنية كان كذا لأنه التعليم هذا هو وحد فيه لكن تعليم العاتق هذا ما كان لا نحضر لأنه يهمه طبيعا الحال وزارة الأوقاف الشهور الإسلامية فالتعليم العاتق واحتوى فيه الأولي ثم هناك وحد النوع دير للتعليم اللي هو معاقب الأولي هو الحضانات والتي يتبعى وزارة الشباب والثقافة نعم وكذلك الموجودة أننا في المؤسسة دينا التعليم الخصوصية نعم وكاين التعليم الأولي اللي فيه ثلاثة الأصناف كما قلت كاين التعليم الأولي غير مهيكل هو اللي طبعا الحال اللي باقي مخدعش المسطرة ديال الفترة التحمولات اللي هو القانون 05 نعم اللي معمول بها على مستوى التعليم الأولي وبطريقة نحن وكما ندلو واحد مجموعة المجهودات جبارة وكما ندلو اللي جان اللي طبعا الحال تقوم بمسح لهذه المؤسسات اللي هي غير مهيكلة من أجل أنها تهيت مؤسسة مهيكلة ويقول لجميع أطفال الموجودين في التعليم الأولي وفي هذه المؤسسة هذه اللي هي غير مهيكلة يقول لأولا هتلمون سجدين في منظمات مصار وأنها تتلمذ هذو طبعا الحال ويقول لهم بحل التلمذ الآخرين اللي في المهيكل أو في النظامي وبطريقة أن يكون عندهم برنامج دراسي واضح يكون عندهم واحد الدليل دي الأستاذ يكون عندهم مجموعة منهم من الإجراءات اللي تم اتخاذها ويتكونوا تهم قطعا تكونوا ويكونوا نجموعة منهم طبعا الحال وكين التعليم الآخر هو التعليم الأولي الخصوصي اللي هو موجود في المؤسسات التعليمية الخصوصية وكين التعليم الأولي طبعا الحال اللي موجود في المؤسسات العمومية إذن نحن نتحدث على ثلاث أصناف من التعليم الأولي نعم طيب غير السياة عبداللهي لسمحتي عندي مجموعة من الأرقام هنا بأن يعني فيما يخص التعليم الأولي عندك 10% مع الجمعيات 41% المؤسسات المغربية النهوض بالتعليم الأولي 16% المبادر وطنية التنمية البشرية 28% الأكاديميات 5% مؤسسة زاقورة أزدي عبدالله اكترات المتدخلين وش ما كيشكرش إشكال التعليم الأولي لأن إلا كانت المؤسسات الترباوية الهم ديلها والشغر الشغلية لها هو تكوين هاد الأجيال ولكن إلا جنان التعليم الأولي يعني كما قلنا الغير منظم الغير مهيكل ديالجمعيات يعني كما يقولوا كل ما حد جملتكو لا غير التضيح الحبيب باشمين وقعش وحد اللبس هو هاد شي هاد رتاليين تا 5% و 1% هذي طبيعة الحال ثم كترقوا بأنه في أفوق تعميم التعليم الأولي وهذه وضطة الوزارة كأفوق هو 2027 طبيعة الحال اليوم لوزارة كتمول التعليم الأولي ولكن عن طريق الجمعيات طبيعة الحال نقول سنة كنفتحوا واحد لكنذر واحد إعلان لجميع الجمعيات اللي بغاة تساهم طبيعة الحال في إطار التعليم الأولي وكي يجب لك النس يسحبون دفتات تحملات وكي طبيعة الحال كي عمروا المشاركة دي لهم وطبيعة الحال كتدار اللي جان وكتفحصم زيان هاد دفتات تحملات والجمعيات لها ما شئ كنجي ونعطيه للجمعي ساوجه نعم هذا الشي كيكون طبيعة الحال بعد فحص جيد لهذه الجمعيات والمصادير القانوني والمفذير القانوني والإمكانيات ديالها والقدرة ديالها في هذه الجمعية التعليم الأولي وما راكبته من تجارب وخبرات ولي راح تي 41% المؤسسة المغربية هي تمكتبا على نسبة دات أكبر نسبة لماذا؟ لأن جمعيات اللي عندها وحد خبرة طويلة في التعليم الأولي أكيد وبالتالي أنه ماشي تعدوا بتدخلات وتعدوا بتدخلات غير فقط أنه هناك الوزارة كتمول والأكاديمية كتمول هالجمعيات هذه وهذه الجمعيات تباعد الحال كددخل كددك تلكوريتي أو بعض يسمى بأنها تشغل مجموعة من المربيات اللي طبعاعد الحال كتكونهم وما تشغلهم كتكونهم وكي يكونونهم بحنا طبعاعد الحال كمديرية إقليمية وبالتالي أنه ما كنش واحد تظاره ما كنش نفس المنهاج نفس التكوين نفس الدر كيشتغل بالأساسي ذا المنهاج الدرسي نفسه ما كنش اشكال بين هذه الجمعيات الثلاثة وهذا دفستة الحمولات واضح وبالتالي أنه زاقورة طبعاعد الحال وهناك واحد يتفاق يشترك مع الوزارة وزارة التربية وطنية التعليمية الأولية والرياضة نعم وهي دخل في واحد النواة خاصة للتعليم الأولي المدر الوطنية الدور هو أنها كتبنين نعم كتبنين مجموعة من الوحدات التي تعمل الأولي في الفرصة المؤسسة التعليمية العمومية نعم والأكاديمية تجهز وهذه الجمعيات طبعاعد الحال هم يشتغلون عن طريق طبعاعد حال تشغيل مجموعة المربيين والمربيات التي يشتغلون في هذه الوحدات التي تعمل الأولي نعم وهذا اللي يخصن أن المراقبة تكون من طرف يعني الوزارة التربية الوطنية لكل هذه المكوناس للتعليم الأولي ينسوا ينسوا وزارة التربية وطنية تتبع عن كثب وطبعا الحال أن هناك إشراف مباشر لها عن طريق السادة المفتشين عن طريق المكتب المسؤول داخل المديرية من أجل تتبع الدقيق لحنا قلنا فقط هذو الناس اللي مهيكلين أمشي نحتل للجمعيات اللي كان أو الأشخاص اللي كيمتلك واحد من جموعة من المرائب واحد من جموعة من الأقسام كده اللي يسمى التعليم التقليدي أو التعليم غير مهيكل واحدها طبعا الحال فتحنا مع حوار واستطعنا أنه نستخدم واحد لأعداد كبير لهذه الجمعيات هذه واليوم أصبحت تلمت ديالها موجودة في منظومة ما صار وأصبحت طبعا الحال المربعين المكونين كونهم بدلنا بدورات تكوينية وأصبحوا الآن يشتغلون بحال نظامي مقاتل واحد فئة أخرى لا زال طبعا الحال ممانعة ونحن طبعا الحال ممفتحين حتى نتمكن من جعل كل من يشتغل بالتعليم الأولي يخضع للشروط العامة التي طبعا الحال وهي المنهاج الدراسي هي الدليل للتعليم الأولي هي مجموعة من الإجراءات التي جبها القانون الإطار 51-17 طيب عبدالله ما دمنا نحن في البداية السنة الدراسية الجديدة 2022-23 لو نعرف واحد تقيم لكم للتعليم الأولي في هذا ما فت طبعا الحال نحن كنا بين المديريات الإقليمية السباقة نحن من 2004 خرقنا التعليم الأولي في المؤسسة التعليمية العمومية نعم مشير خصوصية رحنا متدام 2004 كان عنا أقصام للتعليم الأولي في المدارس العمومية وكان طبعا حال عنا المسؤول على التعليم الأولي أندك وكان طبعا عنا تعاون مع منظمة اليونيسيب بشكل واتيق اللي قام بتجهيز مجموعة من الأقصام اللي خصصناها داخل المدارس العمومية للتعليم الأولي وجهزتها بالجهزات اللعاب ومن ذلك نعطي أهمية للتعليم الأولي وليس التعليم فقط الأولي الهتمام في مدارس أصيلا لم يكن حتى المؤخرا وإنما كان في 2004 أول قسم حدثنا التعليم الأولي كان في 2004 وبدأ طبعا نعمل ونشجع حتى اليوم صبح عدد كبير نعطي مثلا في التعليم العمومي المجموعة للتعليم العمومي لدينا 5231 طفل وطفلة فيهم طبعا الإينات فيهم 2571 للإينات هذا في التعليم العمومي في التعليم الخصوصي طبعا هناك 1141 وفيهم طبعا 5560 للإينات لنسبة التعليم غير المهيكل عندنا 11363 وعندنا فيه طبعا حال 500 5670 منهم إينات هذه إحصائيات يال 21 22 وعندنا المتوقع في 22 23 طبعا حال عندنا بالنسبة للتعليم غير المهيكل 11363 5670 إينات وعندنا طبعا حال بالنسبة للتعليم الخصوصي عندنا 11 180 549 إينات نسبة التعليم العمومي وعندنا 4 591 منهم إينات 2197 هذه توقعات 2022 2023 المصيم الذي بدأنا فيه نعم البناء تحسين دعم دينا طبعا الحال يمكن أن ندير الجولة عندنا وحدة تعليمية في المستوى عاري جدا وهي طبعا الحال من جهز الأكاديمية الجهة والتربية والتكوين والبناء تكلفت به الموضبادة الوطنية التنمية البشرية وإذا مشيت طبعا الحال ستلقى أنه عندنا التعليم الأولي بالمراحل دياله بالمسائل دياله بالمرافق الصحية في الفضل اللاعب بالمستوى عارج نعم طيب سعبد الله هنمشي لتكوين ديال المربيات ديال هاد الجيل ديال التعليم الأولي كيف كتتم وشنه طريقة المتلى لتكوين هذا هذا المربي باش يعطيونا النمادي جيدة لأن باعتبرهما الانطلاقة الأولى للدخول المدرسي بشكل رسمي اللي هو سيبي أو الابتدائي الأول طبعا الحلقة قبل قانون الإطار كان نحن عندنا واحد ما يسمى المكسب الموارد واللي عندنا المقاطية الابتدائية حسن الأول اسم المركز الموارد ديالتعيم الأولي وكنا كنكون فيه المربيات والمربين ديالتعيم الأولي اللي كان تقدم فترة التكوين سنتين وشمر كنوص ثلاث سنوات وكان عنا بشاركة بين أكاديميا الجهة التربية والتكوين جهة الطنجس والحزيمة وتكوين المهني قطع تكوين المهني وبالتالي أنه كان هناك مجموعة من السل المفتشين مجموعة من أطور المديرية اللي كيشرفون على تكوين بدأو جهة اللعيب واحد جمعة منها نعم وتخرجوا واحد عداد من المربيات من هذا الطريق التكوين وبالتالي يوم اليوم لكيشتغلوا إما التعليم العمومي إما التعليم الخصوصي بعد ذلك ثبا قمنا بعد دورة تكوينية لمن لهذا الأشخاص اللي قدامي باش نحينو المعطايا ديالهم باش باش يوليو طبع اليوم تلاحظوا بأنه كان توحيد المنهج الدراسي كان واحد دليل وضع التعليم الأولي وبالتالي كلا بد لهؤلاء المربيات سواء في التعليم الخصوصي أو في التعليم العمومي استفادة من دورة تكوينية من أجل الطلاع على المستجدات التي عرفها التعليم الأولي وهذا الغرض قمنا بعدة طبيعة التكوينات سواء كمدرية إقليمية أو بشاركة مع المهار الفرنسي أو بشاركة مع جمعيات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف أو جمعيات أخرى جمعيات أحلام وغيرهم ثم كذلك هذه السنة كانت واحدة تكوينية خلال فترة شهر يوليوز وبدأت منتد تلبية الغشت والتي استفادة من واحدة كبيرة المربيات والتي تم تشغيلهم من طرف المؤسسة المغربية للمهض التعليم الأولي الدورة تكوينية كبيرة جدا هذه لم يكن موجودة هذه التي كانوا يشتغلون ولكن تم تشغيلهم من جداد هذا تم تكوينية وبالتالي أنه تكوين اليوم يخضع لمعايير ودقيقة ويخضع طبيعة حال لمجموعة من الإجراءات التي تواكيب المستجدات التي يعرفها حقل التربية وتكوين وخصوصا على مستوى التعليم الأول نعم طيب أزداد عبدالله لا بغينا نعرف يعني المهام هذه المربيات والمربيين في التعليم الأولي الاعتبار أنها تعليم الأول رمش سهل بحكم سن ديال هاد الأطفال وكما قلت في البداية أنه هذه انتقال لمرحلة التي هي مهمة طبعا الحل منسبة التعليم الأولي هو مرحلة أساسية منسبة الطفل وجميع الآن الدارسين والباحثين في مجال التربية يعتبرون على أن التعليم الأولي مرحلة أساسية وضرورية وأن النجاح للطفل في المراحل المقبلة للتعليم تكون الركيزة للأساسية هو التعليم الأولي فهناك فرق كبير بين الأطفال الذين تلقوا التعليم الأولي وبعد ذلك نتقلوا بالسلك الابتدائي بالتالي يكون المرضوز كبير جدا ويكون طبعا الحال التعلمات استيعاب وكفاية التعلمية مرتفعة خلاف التعلميذ الذين لم يلتحقوا بسلك التعليم الأولي ولا جوا مباشرة التعليم التعليم صعوبات في التمدروس صعوبات في الاندماج داخل المنظومة التربوية وفي تحقيق نتائج مهمة وبالتالي أنه يهدف هذا التعليم الأولي إلى تنمية القدرات الحركية والحسية للطفل كذلك ترسيخ واكتساب مجموعة من المبادئ المهمة غاز القيام بمختلف أشكل قيام الوطنية القيام الدينية القيام الإنسانية في الطفل ثم كذلك تعرف على الدات وعلى المحيط واكتشاف محيط آخر لأنه يكون في الأسرة ويخرج لعنة الأصدقاء وكذا ويخرج واحد بيئة أو واحدة آخر وكذلك يكتشف واحد المحيط آخر ثم كذلك تكييف الطفل مع بنية المؤسسة وبنية المدرسة وتنمية مهاراته التواصلية لأنه يبقى يتواصل مع أطفال آخرين ومع الأستاذة ومع المربية إلى آخره ثم التهيئ طبيعة الحال للمرحلة المقبلة أو تهيئ في المرحلة المقبلة هي مرحلة التعليم الإبتدائي وبالتالي أن هذه المرحلة مهمة ونستعرف لك المثل لكن يكتبون على جدران مؤسسة التعليمية منذ زمان طويل بعيد التعليم في الصغار كالنقش على الحجار لأنه هذا التعليم الأولي يعطي أهمية قصوى ويضمن النجاح للأطفال في مصالهم الدراسي مستقبلا كذلك لا ننسو بأن التعليم الأولي إذا طبيعة حال تم تحصينه من خلال هذه البرامج الجديدة من خلال الدفتر التحميل الجديد ومن خلال كذلك الدلائل الجديدة لمجهلة الأساتذة فطبيعة الحال أنه سيجعل نتائج أكثر وأكثر بالنسبة طبيعة الحال منظمة التعليم الأولي كذلك أنه يعتمد بالدرجة الأولى في المرحلة هذه كانت اعتمد المربيات على ما يسمى بيداغوجية اللاعب أو التعليم عن طريق اللاعب لأن التعليم الأولي لا يوجد بحل باقي المستويات الأخرى إذن هنا طبيعة الحال نعلم الطفل ولكن عن طريق اللاعب يستمتع يتعلم هو يستمتع نعم وبالتالي أن هذا هو المطلوب في المرحلة هذه ليس المطلوب المرحلة هو أنه يملك التعليم النظامي دكس الفوفاء والسبوراء وكتب وقرأ هذا يتعلم ولكن عن طريق اللاعب هذا ما بيداغوجية اللاعب تسعب الإله إذا علمناه وكي يلعب غدا كيف يفرح باش يرجع للمؤسسة التعليم وبالتالي كان رصخو فيه يعني المدرسة والسلوك والقيام ديال المدرسة طب يجد وأنه نحن نتعلم مؤخرا عن طريقة في الدعم الدعم التربوي وإحد طريقة من الطريقة التعليم وفق المستوى المناسب هذه طريقة هندية وبالتالي هذه تقول أنه التعلم عن طريق المتع نتعلم وكي نتمتع نتمتع وتشجع كما قلنا عبد الله لهذا أطفال ذكرتم جمعة من المهام ديال الموربيات والموربيين التعليم الأول اللي هي مهمة جدا العمل على تحقيق تطور شومية للطفل من خلال تنظيم تنشيط تقوية الأنشطة التربويات زوية الطفل المختلف في المهار كما ذكرته وكذلك الأنشطة التفتح للطرفية لفايدة الأطفال هذه المرحلة العمورية وكذلك كما شرط التعزيز الحوار مع الأسرة وتتبع يعني تكوين بداغوجي تكوين نفسي تكوين اجتماعي باش هذا المؤاد الموربيات وموربيين يعني يتأقلم مع هذا العاد العقلية للأطفال الصغار وهذا ما تقوم به المديرة الإقليمية سواء كمديرة إقليمية أو يشارك معه بسرقة إذية سواء كالمنظمة الدولية أو جمعيات المجتمع المدني لأن نقود لك السادة المفتشين يشرفون الجانب السيكولوجي فيها الجانب المعرفي فيها هذك المصوغات تتفرع إلى عدة طبعا الحال المستويات فيها الكثم الجانب المعرفي فيها الكثم الجانب البيداغوجي ثم هناك الكثم الجانب النفسي هناك الحس حركي إذن المصوغات متعددة وبالتالي أن هذا المربي أو لهذا المربي عندما يتكون فهو يتمكن من الحصول على عدة اتفايات تؤهله للتعامل مع الأطفال في مثل هذا السن وفي مثل هذه المرحلة نعم والحقيقة إلى كل هذا المربي ونوربيات تضبخوا بشكل سليم هذه البيداغوجية وهذه التكوينة لهم أكيد أننا في المستقبل سنرى جيل صعيد ستتعطله وستكون له الكلمة مستقبلة هو من نراهين وعليه كذلك أنه مش غير كنير التكوين كنشي بل أن السادة المفتشون يبقوا على اتصال وثيق بهذه المربيات ومرأة أنه تقام زيارات لهم من أجل طبعا الطلاع على كيفية توظيفهم للمهارات والكيفية التي اكتسبوها عن طريق التكوين الذين تلقوه طبعا في المراكز للتكوين نعم نرجعو ستعب للفيزازي يعني الوضع البرامج والمناهج هذا المستوى التعليم الأول كيف تتم وبأي طريقة طبعا نعم على مستوى التربية وطنية وتعليم الأول والرياض لدينا مديرية خاصة بالمناهج نعم مديرية المناهج البرامج هذا هو الدور لدينا هو أنه لدينا مجموع من الخبراء المخبراء سواء كانوا مفتشين أو غير مفتشين المخبراء الذين طبعا الحال يقومون بمراقبة التعليم الأول نعم تلك أنه كان هناك مؤلفين وأنه مجل التعليم مفتوح للجاميع وبالتعليم أنه عندما تفتح وزارة التربية الوطنية المجال لمؤلفين طبعا يتحق واحد كي ألف واحد الكتاب أو كتابين وتعرض هذه الكتب على مديرية الوزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المناهج والبرامج وهي بدورها للخبراء في مجالات متعم في داوجية في علم النفس في علم الجماعة في علم نفس الترباوي وبالتالي أنه يحصوا جيدا هذه البرامج وهذه المناهج لتأكد من خلوها من كل الشوائب ومن طبعا حال موافقتها لصنها للأطفال وكذلك للقيام الوطنية والدينية والهدف العام الذي ترسمه وزارة التربية وطنية التعليم للتعليم طيب عبد الله انتلاق بعض الإحصائيات كتقول بأن 65% يعني من المستفيدين في التعليم الأولي في المجال القاروي و30% في المجال شبه حاضري و5% في مجال يعني الحاضري يعني تقريب 250 أو ما يناهز 250 ألف طفل على الصعيد الوطني يعني برأيك كيف يمكن العمل على تقليص التفاوتات وضمان جودة التعليم الأولي لجمع الأطفال بالنسبة للتعليم الأولي الغير المهيكل إذا رحنا لدي إحصائيات هنا على صعيد مديريات طانجة أصيلة بالنسبة للقاروي خمسة خمسة وخمسة وخمسة في المئة نعم 32 مئة إينات بالنسبة للخصوصي كان في قاروي 60 المجموع قال الكلام اللي سمت تعليم أولي 32 من الإينات نعم بالنسبة للتعليم الأولي العمومي راح للفرق عنا 1111 في العالم القاروي نعم يفوق التعليم الغير المهيكل ويفوق التعليم الخصوصي إينات راح جيدا أنه مسبة التعليم الأولي العمومي نعم ينتشر في العالم القاروي أكثر من باقي أنواد التعليم الأخر وهي الخصوصي وحتى المفارقة عبد الله هو الإينات يشكل نسبة كبيرة طبعا لأنها 1111 فيهم 957 للإينات بمعنا تقريب 51% أنا عبد الله كيف أنك تطور وتغير في العقلية ديال الإنسان ديال العالم القاروي لأنه ما زال بغاك يدفع الفاتاة أنه تتحق بالمضغصة من قبل السيل الحبيب أولا ما كانش واحد رصيد التقافي اليوم العالم القاروي فيه الكهرباء فيه الماء فيه الطرق فيه المدارس فيه التليفزيون عندهم طبعا يتحال الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وطبع يتحال الخصوص العالم القاروي لتحال مسارك وعراه وكذا عندما قبل كانوا مشرفين كين هو بعد المدرسة على الأطفال اليوم المدرسة توجد حال فيه متناوى جميع الأسر وموجودة في جميع الدواوير وفي جميع التجمعات السكانية يمكن أن كانت أولي أو ابتدائي أو إعدادية أو تنين اليوم كانوا يتناويات في العالم القاروي كانوا يتناويات الدراسة في جيل الداخلية اليوم لا اليوم وزارة التربية وطنية من خلال أولا مدرسة الجماعات نعم فيها النقل المدرسي فيها الأكل فيها مناح فيها منظمة تسير من اليوم محفظة هذه كل شجعت الأبا والأمهات على الإقبار على التمدروس وعلى حث أبنائهم على التمدروس من خلال هذه برامج الدعم المتنوئة المتعددة لطبيعة حال وزارة التربية وطنية والتعيم أو الرياضة جعلتها إشارة للأبا والأمهات عند المنظمة تسير اليوم كل شيء الأبا بين الشروط من المنظمة تسير هو أن يدخل الدعم وخص الإبن الميت غيب عند الدراسة هذه الشروط تستفادة من الدعم تسير نعم وابتقي أن هذه العملية الدعم الاجتماعي بمختلف أشكاله شجعت الأبا والأمهات على الإقبال أو الإقبال لأبنائهم على التعليم وحث أبنائهم على التعليم والتالي أنه مبقاش عن هذا المدرسي مبقاش عن هذا العوامل منظمة أول منظمة الدعم الاجتماعي ما فيها النقل المدرسي ما فيها التغذية ما فيها مليم محفظة ما فيها تسير وكذلك قرض للمؤسسة التعليمية من تجمؤات السكانية هذه جد عوامل تبعي تحاهموا في أن الفتاة القروية تأخذ حدها من تمدرس بل بعض الأحيان نجد أن نسبة الغالبية للمتدرسات هم من الفتيات طيب إلا سمحتي السيد عبدالله ندروا قفا غنائية ونوصلوا للحوار دينا نجد بكم ترحم السمع الكرام في هذه حق برامج التربية وتعليم والتي خصصناها للتعليم الأولي ومعنا مشكور الأستاذ عبدالله الفيزازي رئيس مصلحة شؤون التربوية بالمدير الإقليمية طنجة أصلة طيب أستاذ عبدالله تحدثنا العالم القاروي قبل الفاصيل الغينائي ونرجع البرامج والمناهج البرامج المناهج ما قلت في السؤال دي هو تأخذ بعين اعتمار الفوارق المجالية بالعالم القاروي والعالم الحاذري لأن الطفل في العالم القاروي مش هو الطفل في العالم الحاذري يعني في المدينة باعتبار أنها مجموعة من الحواج كيف الطفل في المدينة عارفهم بكثرة ولكن في العالم القاروي يعني خصوصاً بدولي بقلوا مثلاً البحر يعني كيف يفكر شون هذا البحر هذا قلنا نقول العمارة كيف يفكر شون هذا العمارة هذه وش البرامج والمناهج الموضوع حالياً للتعليم الأولي كطراعي هذا الفوارق طبعاً الحالي حد الساس الحب هو ما كنش واحد برامج ومناهج محلية أو جهوية اليوم كنشتغل برنامج الوطني كن برنامج وطني ولكن إن كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي طبعاً الحال صدر في 1999 يشير إلى تحصيص واحدة 18% من البرنامج أو من مناهج منهج الدراسي للمناهج المحلية وجهوية 10% من الجهوية و50% من محلي ولكن هذه العملية لحد الساعة لازال طبعاً طبعاً حال غير طبعاً حال مستوى البرامج المناهج لم يتم تفعيلها لحد الساعة بسبب كم ترح المثاق كذلك أنه بسبب هذا أنه صور من عين المكان طبعاً حسن الساعة الأساسيدة والمربين راح عندهم هذه الحرية أنهم يعطيوا أمثلة من الواقع ويمكنوا تجلسان نصوص نعم من الواقع المعاش للطفلة أو للتفلاء أو للتلميذة ويمكنوا يخدموا ما رمعاً ممكن شيء واحد يمنع هناك منهاج نعم الجوحي ما عنده الحق أنه يغير فيه ولا هكذا لا بد أنه نتزمه ولكن يمكن أننا من خلال التجارب التي نقوم بها ومن خلال الأنشطة اللاسفية نعم الأنشطة الموازية يمكن أننا نقوم بمجموع من الأنشطة التي نركز فيها على المحلي وعلى الجيهوي الخبر مقدس والتعليق حر غير حاجة أخرى أنا بكسي الحفقة لينا وكان يهدون على الطائرة وعلى البحر وعلى كذا وكان نعم عن الطائرة وعلى البحر وكان تحفز المخيال نعم لك الطريق أنه تحفز المخيال على أنه بخير تصور وبخير تخيل وبالتالي أنه تقوي تحفز المخيال عن الإنسان طيب لماذا تستطيع هذا السؤال هذا هو أحد الأطفال جاء من العلم القاروي إلى المدينة إلى مدينة سطانجة وعندما رأى البحر ورأى الرمال بكثرة كاد أن يفقد عقله مع الأم ديالوه آه ماما الماء بزاب الرملاء بزاب العمارات الطموبيلات يعني هذا يعني هذا واحد أخر يعني وصل المدينة ديالوه عندو هاد الأفكار هاد مقاش كيف يفكر في المقايق عاربي أن كينين طمرت كيشوفهم دايما عاربي أن العمارات كاينين والفلال يعني والأطيسين والبحر هذا هو طبيعي هاد كينو ونحن نعود التفاوتات بين وجهة الوسط الحرية ووسط القروية ديما لا شك في على مستوى الجموعة منه مش فقط على المستوى العمراني وعلى المستوى المجالي بل هناك طبعا الحل احتاج المستوى العقلي المستوى التقافة ولكن المقرر الدراسي نعم يقرب عن طريق الصورة عن طريق الصوار عن طريق الهكاية يقرب هذه المجالات الموجودة في المدينة وغير الموجودة البادية لكي تفل البادية كنقربو للصورة كنوريو الطائرة طبعا من هذو الطائرة كنوريو كنوريو يتعرف ويبقى يتخير نعم انطلاقة من الصور التي عرضت عليه وانتما تعرفون اليوم التواصل الاجتماعي والانترنت رأي وصل البادية وصل كل شيء ويبقى تلفاز يعرض طبعا الالاف من المشاهد للمدن المغربية وغير المغربية ويبقى المشاهد للحضائخ للبحار ويبقى هذا القراوي ويبقى الوقت الذي اليوم يمكن المعلومة مباحة ومتاحة في أمريكا في هذه اللحظة وانتعلي هنا في المغرب وفي العالم القراوي تكتب الناس يقومون بلعا الأغنام ويتوفر على الجهاز للهاتف من الجيل الجديد يمكنهم جميع طرز الأول نعم طيب نجعل المشاورات حول جويد المدرسة العمومية التي كانت في نهاية الموسم الدراسية فأيت الحضور دين التعليم الأولي في هذه المشاورات وطبع الحل أن التعليم الأولي باعتبار بنية أساسية باعتبار مرحلة مهمة وطبع هي الأساس نعم عندما نريد بناء واحد المنزيل طبع نضع له الأساس نعم يكون الأساس صلب وقد تحمل الباقي التوابق فيمكان أنها في أي لحظة وبالتعليم الأولي كان حاضرا من خلال المشاورة ومن خلال طبيعة الحل الحديث على تطوير المدرسة العمومية ويشكل بنية من بنيات المؤسسة العمومية المدرسة العمومية المدرسة العمومية لا أعتقد أن هناك إكره لأن وزارة الطربية وطنية ودول يبشرين عام خاصة ميزانية ضخمة للتعليم الأولي كان هذه الإكرهة هيكرة ممانعة بعض الممتهنين لهذه المهنة ومن خلال يمكن أن يكون أنهم أشخاص من شركة أشخاص وقد تلقى عنده واحد حجرا أو واحد غاراج أو مرآب قديم جدا ورغم ذلك هناك عديد منهم التي يستجبوا وعلى الأقل اليوم لدينا الأطفال في مضموعة بصار ومعروفين طبعا الأطفال وأن هكذا المربيين ومربيات التي تلقى وتكوين ورغم نحن نحن لأن هذا ما يبقاش ما يسمى التعليم بغير المهيكل أكيد سيد عبدالله كتكون المراقبة البنية تحتياف لن يخدمون لن يخدمون لن يخدمون لن يخدمون لن يخدمون المديرات والمديرين ون يخدمون صحيح هذا هو أن يستفيد جميع التلميذات والتلاميذ من نفس الظروف لن التعلم بالتعليم الأولي ولكن سيد عبدالله ليس لأي تكلفة لأن لأن ربما في المؤسسة التعليمية وفرتوا الظروف جيدة لهذا الأطفال ولكن بعض الجمعيات الشركة ربما يكون مواقع أو مواضيع لما ما هي هذه لأتفاقية الشركة واضحة بأن تتبقى أتفاقية الشركة بين المدير الإقليمي و بينها الجمعيات فيها مجموعة من التزامة دير الطرفين نعم التزامة دير المدير الإقليمية دير الأكال دير الجمعية وبالتالي أن هناك مراقبة لهذه الجمعيات ولطريقة التي تشتغل بها فإذا تم روحي الإخلال ببند من بنوء التفاقية نعم بيتحال المدير لأنها لا تقف مكتوفة الـ AD بس تدخل من أجل إعادة من الأمور إلى نصابها نعم لأننا هدف دينا هو تجويد وتطوير تعليم الأول هذا هو الهدف الهدف يعني وزارة التربية وطنية والتعليم الأول والرياضة وانت راح أنني بني مكوينة تسمية الوزارة لكن تعليم الأول حال وزارة التربية وطنية والتعليم الأول والرياضة نعم أعلى جهاز دون مجالات المالك وانت راح تعد المناظرة التي كانت في الصغيرات حول التعليم الأول والرسالة السامية لجالة المالك نصره الله لهذا الملتقى للتعليم الأول وكيفاش تم وضع حائط الطريق من أجل النهوض بالتعليم الأول وتطويره وطبع حل جعله تعليما بما تحبير الكلمة من المعنى معنى توفي كل الظروف كل الظروف المادية والمعنوية والتكوينية من أجل أن ينجح هذا الورش وهو ورش التعليم الأول نعم طب استعبد الله من بين ربما الإكرهات التي كاللحظة أنا كمتسبع للملف هو يعني بعض الاكتضاد في بعض المؤسسات التربوية بحكم يعني أولى الهجرة للعالم القاروي ثانيا بحكم يعني التجمعات السكنية لمثالان إلى واحد سكن في بوخالف مثال ورحل مثلا لمسنا كيلقاء هذه المؤسسات قليلة ولكن في الوقت اللي كيتكتر الناس بزف سنة الأول عندنا طبيعة الحال القانون واضح جدا لا يتجوز قسم 24-25 نعم تعدد المقاعد محدود محدود طبيعة الحال أولوية اللي عنده 4 سنين للفوق اللي عنده 3 سنين كان نقول اسمحنا هذا في الحضنة مناعنا أنه استفادة لأن الباقي السخوي يمكن الاستفاد مازال كان الباقي السخوي يمكن الاستفاد وكن عموما تعليم الأولي 4 سنين للفوق وما فيش اكتذار نعم عيرا لا دكرة ازدعب الاله البنية التعطية يمكن يكون في باقي الأسلاك هذا بغير هذه إشارة اللي بغير نشر لأستعبد إلا مدام أن كان تحط على التعليم والتربية ونأخذ جميع الأسلاك يعني الإشكال اللي حاليا تعاني طنجة بالخصص والمدن الكبرى هو اكترات البنايات العامودية كان أعطيهم رخص للناس بنوا عمارات ساكن هذا جيد ولكن ما كان فرضوش عليهم أنهم يبنوا مؤسسات التعليمية في ذاك الفاضاء دفعش عندهم السؤال سيوجه المسؤولين على من حال الرخص للمنعش العقاريين بسبب الوزارة التربية وطنية فعلا أن هالإشكال الأراضي المخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لأسيما في طنجة وطنجة هي قبل الهجرة بامتياز واللي نقول لك أحترق من أعطيك اليوم هو أن وصلنا تسالة في تلميذ وافد على هذه المديرية ومن باقي مناطق المغرب وبالتالي أن تسالة فراها ماشي سهلة وبالتالي تطلب وحده وبالتالي أنه نمدى أنه هذه المنعش العقاريين والناس الذين مسؤولين على طبيعة حال الرخص أنه يفرضوا على كل منعش العقاري أنه يخصص ماشي يخصص سويبني لا لأن أشياء يخصها قطع أرضية يخصوا قطع أرضية ويبنيها ويسلمها منكلي للوزارة التربية الوطنية هذه هي الشروط التي تكون في هذا الرخص أنك قبل ما تبدأ العمل يكون عندك واحد بأنك ستبني مؤسسة علمية بالمواصفات التي سيحدث لك الناس أصحاب الميدان الخبراء للتربية الوطنية لا لأن المتخبون المتخبون بدرجة أولى بعد الدخول المدرسي خصوصا لأن الجهة المسنانة لا يمكن الناس لا يمكن المدارس والحمل المسؤول وزارة التربية الوطنية لماذا لا يمكن المدرسة وأر أن السيد الذي أعطيته رخصة لكي يبني العمارات يعني ما يمكن من العمارة لا يمكن أن تبقع لكي يبني فيها مدرسة أنا بلا مستوى وزارة التربية الوطنية رغم رغم الإشكالات المطروحة فجميع التلاميذ الذين طبعا يفيدون على المدينة الطنجة يجدون مكان لهم يمكن بعض المناطق التي تعرفون أنه الناس المهاجرين للحزرة طبعا دائما يستقرون بالأماكن التي فيها واحدة سومة كرائية منخفضة وطبعا فيها مستوى المائشة منخفضة الأحياء الشعبية نعم وبالتالي نحن دائما يوقعنا إشكال فاين ليس في الفوصل المدينة بل الأشياء لأن هذه المناطق التي أصلا تعاني أو يسمى مناطق السوداء هي التي تتعرف الإكتظار خلال الوافدين لأنه كلما يجيشي وافد جديد يستقر في هذه المناطق و لكن رغم ذلك وزارة التربية وطنية و المدير الإقليمية الطنجة أصيلة لم تترك أحدا خائجة أصوار المؤسسة نقوم المهم لنا ورغم كينا الوافد مشكلين كبيرا وتفتري الساعة لأنه ليست برحم سهل تفتري أنك عندك مؤسسة تلائية واحد ربعا لإعداديات واحد جولة ثانوية وحد لبغيت تبني موسي عبدالله رخص وحد وقت بنخص الإمكانية المالية أراضي المشكل الكبير أراضي المشكل الكبير أراضي المنعش عقاري تخرج لغير كنلقوها ولكن مؤسسة تربوية أو مؤسسة صحية ما كلقوها هاش نتمنى أن هذا نجا يلقى أذن الصاغية نحن كمتتبعين وكمراقبين لا تشير لك يلقع لأن الملاحظة تلقى الأذن الصاغية عند المستوى المنتخبين المستوى الجماعات المحلية من أجل تغفير القطع الأرضية اللازمة لوزاع التربية وطنية من أجل طبيعة حل بناء مؤسسة تعليمية وطبيعة حل الاستيعاب أكبر عدد لعب إله ماشي المؤسسة اللي غاتبني مؤسسة التربية الوطنية غاتبني لا لم يعيش عقاري بني لأن راكي تخل الفلوس نعطوها الفلوس خريد بناء الوطنية 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 مرتبع للناس وذير للناس وفين يقرأوا بالنسبة للتعليم الأولي إذن العمومي يتواجد في طبيعة الحل 139 مؤسسة عن ميار و39 مؤسسة كيف يوجد في هذا التعليم الأولي العمومي بمجموع 2035 حجرة دراسية عدد الأقسام 241 قسم وعدد طبيعة الحل 5231 والإنث منهم 2571 عدد المربين 241 والإنث منهم 242 لاحظ معنى أنه المربيات واحد المربي نعم 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 التعليم الخصوصي أن عدد المؤسسة التي في التعليم الأولي 142 مؤسسة عدد الحجرات التي تشتغل في التعليم الأولي 796 حجرة عدد الأقسام 651 قسم التعليم الأولي عدد التعليم 1441 الإنث منهم 5506 عدد المربيات عدد المربيات 754 الإنث منهم 750 بالنسبة للإنث الشركاء كانت 79 مؤسسة فيها يشتغلون فيها الشركاء إشتغلون فيها إنه 1099 وإنه هم أقسام أشتغلون فيها أصنعهم في 11363 طفل وطفلة فيهم 5670 من الإينات عدد المربين 780 الإينات منهم 697 هذه الخريطة للتعليم الأولي هذه هي سنة 2021-2022 هذا توقع سعدنا شواء من بعد يعني لأن الإينات يعني صدروا الصدراء في كل شيء كثير مجموعة الإقليمية 814 المؤسسة في التعليم الأولي عدد الحجرات المستعملة هذا النوع ذي للتعليم هو 2027 حجرة عدد الأقسام 1864 قسم عدد التلاميذ 30281 طفل وطفلة الإينات منهم 111976 عدد المربين 1872 الإينات منهم 1260 معناية الله 12 ديال الدخول اللي في تعليم الأول هذا هذا أرقام يعني مهم أسدي عبدالله وكتلم على الأهمية اللي تولى التعليم الأولي لأنه أو تعليم أولوما قبل المدرسي لأنه مهم جدا في تكوين شخصية التلميذ مستقبلا طيب أسدي عبدالله إذا بغينا نعرفه رهانات التعليم الأولي والرهانات هي كبير جدا لأنه الرهانات التعليم الأولي هو تطوير تعليم شكل عام لأنه إذا طلقنا انطلاقة جيدة فأكيد أن جميع المراحل المقبلة ستكون طبيعة جودة التعليمات وسنكون طبيعة حال طفل في مستوى هذا تطوير القدرة الكفاية دياله لأنه كما ترفع أنه التعليم الأولي هو الأساس نعم لأنه في هذه المرحلة هذه يتم طبيعة حال سقل المواهب يتم طبيعة حال تطوير المهارات يتم طبيعة حال تعرف على المحيط تعرف على الدات وبالتالي أنه إذا كان انطلاقة جيدة فجميع المراحل المقبلة ستأتي أكلها بشكل جيد وكما تعرف يقول له طح يقول له خجم الخيمة مائل إذا خجم الخيمة مائل رغ يطح وكما خجم الخيمة مائل رغ يمشي متوازين وبالتالي أن التعليم الأولي بين الرهانات للوزارة التربية الوطنية للدولة ليست الوزارة التربية الوطنية يلدون على جهازنا المرأسة الرسالة الملكية السامية المناظر أو الملتقى ديال السخيرات حول التعليم الأولي كانت واضحة وكانت بمثابة حريطة طريق لوزارة التربية الوطنية للقطاع المسؤول من أجل النهوض والسطوير وتعميم التعليم الأولي دو جودة نعم شكرا لك الأستاذ عبداليل الفيززي رئيس مصلحة شؤون ترباوية بالمدير القيمة وزارة التربية الوطنية طنجة أصيل عدد التوضيحات شكرا لكم سبع الإكرام على حسن الصغاء والمتابعة نتقل أسبوع المقبل في مثل هذا الوقت للقاء